ثم تكارثة في الأفق هكذا يقول الخبراء الاقتصاديون حيث وجه وباء كورونا ضربة قوية للاقتصاد العراقي المترنح قلصت من حضوضه في تجاوز العجز المالي الكبير في موازنة 2020 والذي يقدر بنحو 90 مليار دولار في وقت تقول فيه الحكومة أنها تسعى لحلول خارج الحدود لمنع أي اضطراب داخلي بسبب المخاطر المحدقة برواتب موظفي القطاعات الحكومية مصادر حكومية كشفت أن اجتماعا حكوميا موسعا ضم متخصصين اقتصاديين لمناقشة فكرة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لكنه وجه بعاصفة من الانتقادات لكونه ليس حلا أمثل لأن العراق ما زال مدينة لصدوق النقد الدولي كما أن البنك الدولي لا يوافق على إقراض العراق مجددا أما الاقتراض الداخلي فهو الآخر صعب حاليا لأن الدولة مدينة داخليا بنحو 36 تريليون دينار الخبراء الاقتصاديون اقترحوا جملة من الحلول لتخفيف تداعيات هذه الكارثة منها جرد أموال خزينة الدولة وتسخيرها في مكافحة كورونا ومساعدة الفقراء وتخصيص النفقات التشغيلية بشكل عام وتقليص رواتب كبار موظفي الدولة وتقليل منافعهم ومخصصاتهم المادية لكن من غير الراجح أن هذه الحلول ستجد طريقها إلى التنفيذ بسبب عدة عوامل سياسية واقتصادية فضلا عن الفساد الحكومي الذي يرهق الدولة العراقية منذ العام 2003 أما الرئاسات الثلاث فقد طالبت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين على أن تسدد في مرحلة اللاحقة وهو ما ذهب إليه عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر بالقول أن الادخار الإجباري لرواتب الموظفين هو أحد الحلول المطروحة لمواجهة هذه الأزمة الخانقة التي ستعصف بنحو 6 ملايين و 500 ألف موظف ومتقاعد في وقت يعيش فيه أكثر من 20% من العراقيين تحت خط الفقر وفساد مالي متغول لا أحد يجرؤ على مواجهته بشكل جدي وحقيقي